اهلا وسهلا مشاهدي انفاس برس معنا في جديد هذا البت ضمن ضيف انفاس نعيش في هذه الحلقة استثناء عوض ضيف الذي كنا نعتدع عليه الآن أمامنا ضيفين عزيزين من دعماء النقابين في مجال النقل الطرقي المناسبة شرط نتحدث عن الإضراب الوطني الذي سيأخذ عدد من المركزيات النقابية في يوم الإسلامين المقبل يوم 5 أكتوبر ولهذا الأساس نستدعي معنا سيموني بن عزيز الكاتب العام الوطني لمهاني النقل الطرقي التابع لكم في دراج الديمقراطية للشغل مرحبا وأهلا وسهلا معنا أيضا سعبد غاني بن رادا عن الجامعة الوطنية للنقل بالمغرب مرحبا وأهلا وسهلا شكرا على السيدافة مرحبا أول سؤال سيموني نبدو نسألكم لماذا الإضراب ديال 5 أكتوبر 2020 ولماذا هي كديمة شوية صعيبة باش نشرحوا لماذا لماذا هناك أسباب عدة خلت المهانين أنهم يوصلوا لهذا القرار ديال الإضراب من بعد عدم تجاوب الوزر الوصية على القطاع المطالب للمهانيين منذ أكتوبر 2018 وتعنت الوزارة الوصية بإخراج بعض القرارات الانفرادية وأكدوا على أنها انفرادية ونحن جميع المهانين وجميع التمتدين تؤكدوا أن هذه القرارات ما هي إلا قرارات انفرادية وحتى هذه القرارات احنا أخذناها بصدر رحيب وحتى المهانين يعني خدوا بالمفهوم ديال تلعب الوزارة الوصية على القطاع من خلال نشر هذه البلاغات على بساطة الأزرق ديال فيسبوك دون علم تمثليات المهنية ودون علم المهني دونك قرار الإضراب جاء بناء على أولا كانت واحد المرسل للسيد وزير الجهيز والنقل من بعد تخفيف في دير هذه الجائحة ديال الكورونا لأن الحياة أصبحت شبه عادية احنا الوقت ديال الجائحة كنا خدامين ولكن من أصبحت الأمور عادية أو شبه عادية ارجعنا لمطالب ديالنا اللي هي حق مشروع عنا محضر الاجتماع من 2018 احنا كنشوفو السيد الوزير الجهز والنقل تقريبا بشكل أسبوعي هناك انشيطة هناك فتح محاول طرقية في طرق السيار هناك اجتماعات مع العديد من الإدارات العمومية ومن الهيئات ومن هذا على الماء يعني احتى الوزارة رأخدامها بشكل عادي دونك احنا فشرا سننا سيد وزير الجهز والنقل كنقول له دي بعض المطالب من 2018 لذا براء بقى معطالة وراحنا كنطلبوا بها بشكل مستعجال على أساس انها تخرج لحيز الوجود جرد السيد وزير الجهز والنقل بإخراج بين الشحن من هذا المنبر بين الشحن ما هو إلا تقتار من ذلك المطالب أنا بين الشحن لا أقولوا أنني أرفضوا لأن كتمتليه من بين الناس كانوا طالبوا بيين الشحن مجيش وتعطي لي هكذا كيف يقصد بيين الشحن؟ بيين الشحن هو منفاست الترنسبور هاد الناس ديال الانترناصيونة كيستعملوه هي وتيقام الوثائق اللي خاصة تكون داخل شحن فيها نوع البضاعة فيها المرسل المرسل إليه فيها الطوناج فيها هاد بيين الشحن احنا باغينه لكي عنده شروط دياله ما يمكن شنا ناخد عندك وثيقة ديال بيين الشحن وانت مطبقش لي الحمولة الزائلة من المنبع ما يمكن شنا ناخد من عندك أنا بيين الشحن وانت كتخرج لي غير المراقبة الطرقية دون الأجهزة الخرى اللي خاصة تخرج باش تدير المراقبة ما يمكن ش أنا تطبق علي بيين الشحن وانت مما مقدش تعريفة المرجعية دونك انت كوزارة وصية على القطاع كان بعض القطاعات اللي تابعة ليه كان طريقة مرجعية نعم بالإضافة لهذا المطلب للشحن وليكن كما قلت كان المطلب قديم ولكن الأساس أنه تنزل في ظروف ماشية وكما قلت عبرت عليه وتقتار لا انا بين الشحن كنقول من بين المطالب 2018 ولكن سبق لي الحواج الهوما مهمين سبق لي الجديد الحاضر اللي هوما فلوس ودعم كما تتكلموني على الجديد الحاضر هذا هو سؤال كيف نتكلمون مع السفرادة؟ كيف نصل هذا المطلب للجديد الحاضر أو الجديد الحاضر للمركبات؟ من بين المطالب الأساسيات التي كنا نقع له أولا شركنا عن الإضافة لأنه الحمد لله لقنا فيكم واحد الروح للحسن الوطني أنه استدعيتنا لكي نتعذر معنا هذا الحوار لكي نعبر بين الأراء والأفكاد للرأي العام فيما يخص برنامج الجديد الحاضر البرنامج الجديد الحاضر هو برنامج الذي بدأ منذ سنة 2008 وكيف لا يعرف الجميع بأنه كان تحبس في سنة 2018 كان تحبس ومن بعد الإضراب 2018 كان تعهد الوزير أنه يبدأ يشتغل به في 2019 وعشرين وعشرين للأسف الشديد في 2019 خرجت الأواخير للأوت لأنه يبدأ انطلاقه فعليا فعلا تمره هناك تمدازه ملفات ولكنه كان ملفات يبقى بقى عالقين من 2010 وبقى ما تسوهوش المنحة في 2019 تجهدت يعني تداز للناس ولكنه كان الناس كانت تنتظر أنه سيتحييها في 2020 للأسف الشديد 2020 ما خرجتش إذا من هذا المنبار كان نطلبه مسئل الوزير أنه المنحة هذه السنة في 2020 يحاوو يعودها في 2023 لكي لا يدعش المنحة هذه السنة وتسويات جميع الملفات العالقة منذ 2010 إلى يومنا هذا كيف حال هذه المنحة تقريبا لهم لازالوا عالقين تقريبا 600 أو 700 ملف والخاطر في الأمر أنه أصحاب هذه الشاحنات وضعوا الشاحنات عند المكسرين خرجوا اقتنوا شاحنات جديدة ويضعوا مقابلهم شكات ضمانات كضمانة حتى تدوز ذاك المنحة جديدة من عند الوزارة المصنع باش هو يرجع له ذاك الشك دل ضمانة وده بصبحوا مهدين انه مقابلين للسجن لانه غاديدفعلوا الشك دلو غاديدفعلوا ما غاديدش يتخلص به ما يتخلش غاديدبروطيهنا غاديمشي لحبس مواليه كذلك كذلك كين هاد من في هاد الظرفية دي لجائحة كورونا ودهك شي المقاورة النقلية كين الاغلبية دي لها عندها عندها نوع دي للنقل تكون مرة ودى، و الضربة عن المحوار تتخلص على الشاحنين التي تتسير كولي كيف يمكن أن نخلص هذه الأشياء وأنا لا نقوم بها كذلك تأمين والشاحنة ووقفة إنسان لا يحلل الشيفور و المستخدمين عنده في المقاولة لا يحللل هذه المصاريف و مؤخراً كانت تفاجئوا بقرار السيد وزير الصناعة و تجارة كانت تفاجئوا بقرار السيد و تجارة كورونا كانت تفاجئوا بقياس السرعة و التوقيت و التعديد السرعة و الزمان و أعطوه شركة ضئيلة جداً و غير كافية لهذا الأسطول و لم يرى قطعها بالإضافة سعد غاني محور نتاقله السيمونير هو المتقلد الحمولة من أن نتكلم عن نقل الطرقي فهو مرتاب الحمولة لأي حد تم تسويدي الوضعية للشاحنات خصوصاً صغراء و المتوسطة في المجال الحمولة في المطالب الأساسي الذي كانت في الحوار الأكتوبر 2018 و قلسي الوزير في المحادة الرسمية و حتى في البرلمان أكد على أساس أنه سيسوي الوضعية للشاحنات الصغراء و المتوسطة و المتوسطة الناس ديال 8 طن سيطلع 14-13 طن ينسي ديسويت و لكن اللي تعجبنا ليه وأنا كنت تحمل مسؤوليتي فاتي اللي غنقول هي قضية 30% اللي اعطال الوزير جال الوزير اعطال واحد الفئة معينة من الناقلين ثلاثين في المية بدون مرسوم قانون بدون وجه حق لأنه رجع حتى الكنسيسيونير و رفضوا لي قالوا لي فدير الكاميو كيس 19 طن رخصوه 19 طن هنا فى بالضروة باش تعطي كثير من 19 طن دياله لان هذه الكاميو الناس اللي الأوروبيين اللي صبقونا فى هذا المجال خرجوا هذه الحاجة لهذه الاسباب لذا اعطيتك كاميو 19 طن بابلوس سيد الوزير جيزو النقل لإطفاء زيما هذا الحريق والتحق واللي كان مبين الميهنيين قرر انه يعطي 30% و انا كنت نقول لسيد الوزير جيزو النقل حشو ما تعطي 30% البيت مو حقق ستخرج عنا البنية التحتية ستسببنا فى حوالي تسير اما علي الوزير إذا احنا المطالب اللي هي رسمية و اساسية تقطرها لنا بشوية بشوية الى حين الى اجلين غير المسمى احنا فاهمينها هذا الاضراب هذه الهيئة اللي تمثيل المهنيين وطنيا لان انا لا نقول هذا الاضراب سيكون ناجح احنا سنقوم بعمل البركة سيد ربي و الكمال و لله احنا نرى ماشي معصومين من الخطأ لا احنا هذا التوقيت هذا الاضراب كنا ملزامين لاننا قواعدنا لاننا قواعدنا لاننا نشكو لاننا نشكو لاننا في دروف غير ملائمين في المستخدر احنا نعطي الى الزاقر لا يحتاج لكينة منذ المهنية من تنجرة كبيرة سبيل المثال كم الهيئة مستخدر لانه يطلع الى قادير او يطلع الاسفي مؤخراً تضينا الى صناعة الافيزيت تكنيك في طرفية السمارت المنطقة 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 حيث على سبيل المنطقة النصرة و الان المنطقة المنطقة النصرة في نص çek و نقول ذلك الثالب في تدخولنا أنه اللامحي قم بدأت في نص قليل سابرادا مستوى في قطاع النقل الموني ما هي الخصوصية لكم مقارنة مع باقي نصرة النقل؟ ما هي المشاكل التي حدثتها في القرونة؟ في الحقيقة المشاكل في القرونة كان هناك صعوبات عدال في تنقل الشاحنات لأن القرارات لم تتمر من القيادة ومن منطقة المنطقة بدأت على مستوى عام أو مستوى مركزي عندما تنطلق الشاحنة من الضار بيضاء تبشي البرج جديد يجب أن يكون هناك تعليمات أو شرط المنقبة تعليمات مؤسسة تحبس ومن المستوى من المستوى وكذلك لا تقلق أرباب الشاحنة ومن المستوى من المستوى وفي حالة وقوع عطب الشاحنة لأنه يمكن أن يكون هناك طريق وفي أي مستوى يجب أن يكون هناك مشاكل ويقول لك لا يمكنك التحرك كيف تحرك بيضاء الحال حماية التحرك وفي النقطة التي تسمى هذا لنصيح لها ممّا سيمونير يتحدث عن مستوى محصة نقابية ونصيح جمعية نحن في عم абوسط دعني توقف على مقاولة عام كانت أفلس وكانت أفلس وكانت أفلس وكانت من النقلين الذين ينتحروا وكانت من الموقاش قدر يسدد ديونه شكراً سيمونيكا سوء الأخير تكلمت على النقطة قبلة المراقبة من الملباع أعطينا تفاصيل ما هي الأضرار التي تجعل أن هذه السائق تحمل المسؤولية التي لم أكن فهمت من الأول نحن نحن في النسبة أن كنا نتوجد من 177 و 178 مواد المضونة تسير هذه المواد كانت في المدونة كتابة لنا نتعلم أنهم يكونون في المدونة يقول أن هذه الشاحين لا تنظر إلى المنطقة من الحمولة المسموح بها نقول أن هناك شركات في المغرب لا يمكن أن يكون مادة ملتناسيون يمكن أن يصل إلى ترانسبورتر أو الشيفور تأخذ من عنده البطاقة الرمادية وترى ما يوجد مسموح به عنده 40 طن ما ترى 40 طن؟ من المنبع سيد وزير الجيز والنقل من الممكن أن يحبس الحمولة الزائدة على الطريق المغربية ونعطينا المقالة لا يمكن أن نظر من طنجة القويرة لأن المقالة لا يوجد ميزانات يوجد دمع شوائي سيد وزير الجيز والنقل بما يشكلون من خطر على السير يعني حدث ولا حرش منشآت الفنية نحن في البلغ سيد وزير الجيز والنقل حيث أن المكتسب 10% كان لدينا في بطائق الاشتراك من طرق السيار ومنين جاء البلغ دي الأخير الليل يقول لك وزير الجيز والنقل هذا الشركة رأى شركة وطنية ورأى مجلس إداري دياله يتكون من فاعلين عموميين وخواص لا نستطيع أن نقصوا لكم كثير من 10% وانت 10% ديالية أرد لي بعد غير المكتسب ديالي سوف ندوي معك على ما يدوي على الريبارات الشوصية للأوتوروت واذا أنت مخلي التسييوب ديالس واحد ديس بستين طون وغي يخصر اوتوماتيك مولا شوصية وخصت تبدل من هنا لثلث سنين والاربع سنين وهذه الشركة غرقة في مديونية التي لا تصور على البن نحن نحافظ عليها من ناحية الطوناج إذا عقلنا الطوناج وزيرنا الناس وذلك لا يبقى تعمل على الترانس بورتر لا ترى الشاحن سوف نطالبه عندما ندخل الدورة التشريعية سوف نطالبه سوف نطالبه تعديل إلا تسانكسيون الترانس بورتر يسانكسيون مع الشاحن في 10% في 0% في 5% في 30% مهم بجرد يكونوا اونيقاليتي غير بغيت نقول لخي مونير إن هذا الإضراب رمج شيء خروج عن طاعة أو خلق الفيتنا في البلاغ لأن ذاك شيء سيبدأ يتأول من هنا الاثنين نحن 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 نجد القانون كانت لغة الحوار نحن نستعدين من أن هذا الإضراب يلغيوه ويقى عليها دقيقة ما كانت لغة الحوار نحن نخرج للشارع على أساس أننا مضربين والإخلاب الرادة مفلسين والإضراب رغي يكون إضراب قابل للتمديد وراء الحمد لله هناك هيئات للتحقة البارح مشكورة من هذا المنبر يعني أكدت ذاك الشيء الذي قلنا هناك يعني هذه خمسة عشر يوم إلى عشرين يوم ونحن نقوم بمراسلات مع السيد وزير هو يجعل بلاغ ديال الهل ونحن نقوم بلاغ ديال النهار البارح الخرجت شكورة من هذا المنبر أكدت أن المهنيين بوضعية مزرية وأنهم ندقوا نقص الخطر وأن الأشكال نضالية لا تنسيقية ديالنا ولا تنسيقية اخرى لأنه لا يمكن أن نحبسه الانسان يريد أن يناظر على حقوقه و يريد أن يحافظ على مكتسابات مكتساب 10% لماذا يحيدون المهنيين لماذا لا يطبقونه على الشركات النقلية و تصوية وضعية الدعم في الصناديق لأنهم يجرون المهنيين يجرون الدعم الفنان لأنهم يجرون المهنيين يجرون المهنيين سي مونير بن عزيز الكاتب العام الوطني لنقبت نقل الطرق شكراً لك سعبد غاني بالرادة عن الجامعة الوطنية لنقل بالمغرب شكراً لكم مشاهدي الكرام شكراً و إلى اللقاء